اطلاق اول سفينة صنعت في الجزائر تم اليوم الاثنين اطلاق بميناء بوهارون ولاية تبازا اول سفينة قاطرة فولاذية صنعت في الجزائر من طرف كفاءات محلية وحزب ما اكدته المؤسسة العمومية المختلطة لبناء وتصنيح السفن ايكوريب بيريو وسيسمح اطلاق هذه السفينة التي يبلغ طولها 14 متلا بالقيام بالتعديلات الاخيرة واستكمال بنائها قبل استغلالها حزب ما اكده المدير العام للشركة واضاف المسؤول نفسه ان هذه السفينة القاطرة التي هي جزء من مشروع بناء ثلاث بواخر من النوع نفسه في الورشة البحرية بوهارون قد انجزت باكملها من طرف فريق جزائري تم تكوينه في مجال بناء السفن الفولاذية وحزب المدير العام للمؤسسة يتعلق الامر بباخرة من نمط جد مهم بالنسبة للموانئ الجزائرية ومن حجم المتوسط صنعت بنسبة تكامل هامة بالنظر الى التجربة المكتسبة خلال مرحلة شروع في هذا النوع من الانتاج مبرزا ان انجاز هذا المشروع سيساهم في التقليص من فاتورة الواردات واذا شكر عمال المؤسسة على الجهود المبذولة في صناعة هذه السفينة القاطرة نوه السيد بن الدراجي بالشجاعة والارادة التي تحلى بهما العمال لاستكمال المشروع واضاف المتحدث ان المشروع تجزد كذلك بفضل الاستثمارات التي تم القيام بها من اجل اقامة ورشة لصناعة السفن ببهار استثمار حوالي 2 مليار دينار في المششاءات ومن اجل تطوير المؤسسة دعا مسؤولها الاول الى تسهيل الحصول على القروض وتوجيه مهني القطاع البحرية والصيد البحري نحو مؤسسته لاقتناء السفن وظل لجوء الى الاستيراد واكد في هذا صدد انه بامكان مؤسسته صناعة سفن قاطرة بطول 32 متر وسفن صيد في عرض البحار والمحيطات يصل طولها الى 40 متر وشكرا